الهندوسية ثالثة أكبر ديانة بعد الإسلام والمسيحية بمليار تابع اليوم سنحكيها بالمختصر الهندوسية لا يمكن تعريفها والمؤسس الغير معروف الصراحة فهي ما بتتبع النبي معين أو إله واحد أو نمط موحد للشعائر الدينية بالحقيقة هي أسلوب حياة المؤسس ما له معروف وحتى الكتاب المقدس اللوفيدا أو الويدا ما له أي مؤسس الهندوسي بيعتقدوا أنه أزلي وما له بداية هذا الكتاب جمعت في العقائد والعادات والقوانين بعض الباحثين بيعتقدوا بأنه نشأ قبل 2000 سنة من ميلاد الميلاد يعني ميلاد السيد المسيح الفيدا عبارة عن أربع كتب بيرجع تاريخها لخمستالاف سنة تقريبا بتتضمن هاي الكتب أناشيد منها ما هو عام ومنها ما هو خاص بتكون هاي الأناشيد يعني أثناء إقامة الصلاة أو في أناشيدة بتلوها الرهبان كمان عند تقديم القرابين وفيها كمان مقالات عن السحر والرقى والتوهمات الخرافية التسليس في الفكر الهندي بالقرن التاسع قبل الميلاد جمع الكهنة الهنود الآلهة بإله واحد وقالوا أنه هو اللي بيخرج العالم من ذاته أو كمان هو اللي بيحفظه أو بعد ذلك يهلكه وبيرده إليه أطلقوا عليه هذا الإله الواحد ثلاث اسماء براهما يعني الموجد فشنو الحافظ وشيفا المهلك ومن يعبد أحد هدول ثلاثة فكأنما عبدها كلها والاحتفال بالمعبودات هو من أهم الشعائر الدينية يعني إعداد التماثيل وأنه تقام بالمعابد وتعامل كأنها إله حي يسمع وياعي بيدهنوا المعبودات هاي أو الأصنام بالزيت والطيب والكل بيراحف فيها لما تدخل على المعبد بتتزين بالجواهر وباللؤلؤ كمان ويقدم له أحسن الطعام ويحاط بالزهور ويطاف به على الأنغام أنغام الموسيقى والدخان البخور بعض المعبودات كتير شهيرة بيحاج إليها لكن بعضها بيحتفل فيه محليا أو بس بالقرية قصة خلق الإنسان طبعا في رواية بتروية الأساطر الهندية أنه الروح الكون تشكل بالشكل الإنساني ونظر حوله فما وجد شي فصرخ وقال أنا وشعر بالخوف من وحده فوجد نفسه كمان مع مشعور بالسعارة فقسم نفسه لقسمين قسم بقي على حاله وآخر تحول لأمرأة فكانت هي زوجته ومن ترك الساعة تسلسل خلق الإنسان الطبقات في المجتمع الهندي المجتمع الهندي بتكون من أربع طبقات هندوسية المنبوذين هم سكان الهندي الأصليين يعني ويسموا بالزنوج انحرموا من كل حقوق الإنسان وما سمح لهم باعتناق حتى الهندوسية وتركوا يعيشوا بحياة بدائية وإلى اليوم الحرف الحقيرة وقف وضريبة عليهم الآن طبقات المجتمع الهندوسي بتكون من أربع طبقات أول طبقة هم البراهمة وهم القادة والحكام والملوك عليهم أن يتعلموا كتاب الفيدا ويعلموه ويباركوا تقديم القرابين تاني طبقة وهي الجند عليهم أن يدافعوا عن شعبهم تالت طبقة هم التجار والصناع رابع طبقة هم الخدم والعبيد عليهم أن يخدموا طبقات الثلاثة الشريفة الطبقات هاي ممنوع أنه تآكل بعضها ممنوع أنه تتزوج وتختلط بشكل حر مع بعضها التأسيم هذا أبدي لأنه هو من صنع الإله وما في طريق إلى إزالته ولأنه الإبن بيأتي على نمط أبوه فما بيجوز للرجل أنه يتزوج من إمرأة من طبقة أعلى من طبقته أما طبقة الخدم فلا يجوز أن يتزوج منها أحد هذا النظام الطبقي حاول الزعيم غاندي أنه يخفف من هاي الطبقات يعني ويلغيها أو يزيلها لكنه ما نجح وكمان راح فيها يعني من الآخر عرفتوا خلصوا عليه وكان ضحية طبعا من ضحايا هذه الطبقات أهم عقائد الهندوس أول عقيدة هي الكارما ثاني عقيدة تناسخ الأرواح ثالث عقيدة الانطلاق رابعا وحدة الوجود الكارما يعني هي بالمختصر مجازات الشخص بالثواب أو العقاب على أعماله الاختيارية اللي بتأثر يعني بحياة الآخرين سواء الخير أو بالشر العدل الكوني قضى بالجزاء لكل عمل لكن لاحظ الهندوسي من واقع الحياة العملية يعني إنه ممكن هاي الكارما ما يمشي حالها وما تشتغليه الجمعة يعني ممكن ما تقع الظالم ممكن ينتهي بدون إنه يقتص منه إنه محسن ممكن إنه ما يحسن إليه لهيك لجأوا للقول بتناسخ الأرواح حتى يقع الجزاء على الروح في الحياة القادمة إذا ما ويع عليها بالحياة الحاضرة تصوروا يعني تناسخ الأرواح بكل الأحوال هو تجوالي الأحوال الأرواح ومعنى إنه الروح بعد خروجها من الجسد بترجع بجسم آخر وذلك إن كانت الروح يعني لديها أهواء وشهوات ما تحقيت أو عليها ديون من علاقات سابقة فلا مناص إنه تستوفي ثمار أعمالها لذلك كان بدا تجني اللي عملته الروح بحياة السابقة يعني فما دام فيه إرادة وميول عند الروح فما رح تسلم من تكرار المولد أما إذا اكتملت الميول وما تبقى للإنسان أي شهوة وزيلت ديون اللي عليه ما عاد ارتكب لا إسم ما عاد قام بأي حسنة بتستلزم السواب فبهيك بتنجي روحه يعني بتنجو وبتتخلص من تكرار المولد وبعد ما تتخلص من تكرار المولد شو بيصير يا حزركن نعم تتحد مع الإله براهما فعندما يموت الجسد المادي بتنتقل الروح وبتتقمص جسد جديد لتبدأ دور حياة جديدة لها وهناك شرط طبعا لتناسق الأرواح بتعرفوا شو هو هو إنه الواحد لازم أو الروح يعني لازم ما تتذكر أي شي بعالمها القديم تمام يعني لازم دائما تعيش حياة جديدة وما بتتذكر شي من العالمها السابق فكل دورة حياة بتكون من قطعة عن غيرها ممكن على هذا القول إنه تعاقب الروح على ذنب ما بتعرفه أو حتى ما بتتذكره تصور طبعا هذا الشيعة كسب الأريان السماوية فالأرض دار اختبار أما عند الهندوسية فهي دار جزاء وثواب القول بتناسخ الأرواح كمان قال فيه بتعرفوا مين الشيعة الشيعة الإمامية لكنهم قالوا بتناسخ الأرواح إنه بيكون بالجسم والروح معا بعد الموت فقالوا ممكن بعض يعني منهم قال ممكن يعود سيدنا علي رضي الله عنه والإمام المنتظر ثالث العقائد وهي الانطلاق إذا توقفت شهوات وميول الروح وتغلب الإنسان على نفسه وما عاد طلب المزيد تمام وقنع باللي حصل عليه ونقطع عن الأعمال وعن الدنيا كلها وما فيها من ملذات فبذلك تكرار المولد بتوقف وبيحصل بعد هيك الانطلاق وبتنجر الروح من تكرار المولد وبتمتزج بالكائن الأسمي اللي هو بين هلالين الإله الرابع عقيدة وهي وحدة الوجوه هذا الاعتقاد وصله وثيقة بالانطلاق والتناسخ فالاعتقاد بأنه العالم قوة عظيمة بيلزم التقرب لها بالعبادة والقرابين القوة اسمها براهما لكن بعد هيك تطور التفكير فتوصلوا لأنه الانسان بحذعته عنده صفات الآلهة مثل براهما يعني هو فهو خالق وحافظ ومهلك فالاعتقاد بأنه الروح الإنسانية هي جزء من الروح العالية براهما تمام وهذا التفكير يعني تسرب لبعض الطوائف من المسلمين من الصوفية والشيعة حتى أن الحجاج لقي حدفه بسبب اعتناقه لهذا المذهب ودعوته له ومن شعره أنه قال عجبت منك ومني أفنيتك مني عني أدنيتني منك حتى ظنت أنك أني ويروى أنه ابن السبأ الفاسق قال لعلي ذات مر رضي الله عنه أنت أنت يعني يقصد أنت الإله الآن الأخلاق عند الهندوس غاية الهندوسي أنه يتحد ببراهما لهيك بيعيش أسير الحرمان بيصوم كتير بيقضي حياته عذاب بعذاب ويقول أنه الحياة هي عبارة يعني حياة الهندوسي بيكون عبارة عن أربعة أطوار أول طور هي التربية الجسدية والعائلية ثاني الطور هو طور الحياة العائلية يعني بشكل عائلة ثالث طور هو أنه بيشغل نفسه وزوجته بعد هيك بخدمة المجتمع بدون ما يكون لهم أي مطمع شخصي أو عائلي الطور الرابع بيجرد من كل ما هو دنيوي وبيزهد بكل شيء بالحياة تصوروا ما بيستغل بالشمس ما بيلبس حذاء بيتسول ما بيأكل ثمار أو حلوة ما بيضع روائح بيجنب النساء وما عد بيأص لا شعره لا رحيته يعني التفكير هذا كله قائم على التشاؤم والأحزان هلأ قيل في أحد كتبهم شوفوا هاي المقولة جدا جدا مؤثرة ما بعرف كم واحد فيكن بيتبنى اكتبوا لي تحت بالتعليق شوفوا على هالمقولة المهمة ما هي قيمة الجسد والأفراح أو الثر ووجه والملك إن كان محتما علينا أن نموت عاجلا أو آجلا وأن الموت سيقضي على كل شيء هلأ ممكن تكون هاي فلسفة الكتير هلأ الفقه عند الهندوس أول شيء عدم احتقار الملك حتى لو كان رضيع لأنه هو إله بصورة إنسان فوق الأرض المرأة ما بتستقل أبدا 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 ولازم ترضى بالزوج اللي اختاروا أبوها طول حياتها فهي دائما بتكون تحت أمرة أبيها أو زوجها أو أولادها بعد ما يموت زوجها إذا ما الزوجها بتصير أرمري الأرمري ممنوع أن تتزوج بعد وفاة زوجها العبادات عند الهندوس أولا الحج وهو قصد أحد البلاد الطاهرة أو أحد الأصنام المعظمة أو الأنهار الصيام وله مواقيد فلكية ثالثا الذكر قراءة الأوراد رابعا الصلاة خامسا تقديم القرابين وتأدية رقصات وحركات أمام الصنم مع تقديم الأطعمة وترتيل الأناشيد يعني الصنم عايش عياته مكيف على الآخر سادسا حرق الموت بكومة من خشب الصندل تحت إشراف الكهنة سابعا واللي هو معروف كتير اللي هو عبادة البقرة كل ما سبق من العبادات بتكون البقرة باعتبارها أم للإنسان يعني تصوروا الصيام تقديم القرابين كله هذا يعني وتأدية الرقصات كله يكون للبقرة باعتبارها أم للإنسان فهم يعبدون البقرة قال المهاتما غاندي عندما أرى البقرة لا أعد أني أرى حيوانا لأنني أعبد البقرة وسأدافع عنها أمام العالم أجمع إنها تفضل أمي الحقيقية اليوغا اليوغا لجأ الهندوسي لرياضة اليوغا وهي التحكم بالتنفس وبالجسد والعمل لتلاشيه وإماتة شهواته مع اللاعنف وتجنب الأذى للآخرين أو المخلوقات حتى الحيوان فإذن اتحاد النفس ببراهما هو مطلب غاية اليوغا واليوغا هو السبيل للخلاص من الآلام والبلايا تمهيدا لتحقيق النيرفانا اللي بيها يعني بيتم الاتحاد وذوبان الكامل للروح ببراهما هذه الدرجة العظيمة تعطي للصاحبة لقم المهاتمة المهة يعني العظيم والأتمة يعني الروح يعني معناها المهاتمة يعني تعني الروح العظيم نهر الغنج وأهميته في الديان الهندوسية بيحجوا إليه فهو أكثر الأماكن قداسة عندهم يلقون فيه رماد موتاهم بعد حرط الجثث الميت وبيزعموا إنه هو بينبع من تحت قدمي الإله الحافظ فشنوا فعندهم الماء بيستخدم من الطهارة فبيتطهروا فيه لكن بيتطهروا بشي آخر ما رح تتوقعوا هو يبول البقر فبيتطهروا ببول البقر في معابدهم بيرشو على الناس لإعطاء البركة الصلاة طبعا بيستحموا بعدين بيلبسوا الثياب اللي بيكون لونها أصفر بتكون نظيفة والصلاة بتكون مرتين الصبح والمساء الصلاة عندهم بتكون إما منفرد أو مع الكاهن وبيسمع الترانيم فالبدن عندهم كمان لا قيمة له يحرق الغريب الموضوع إنه تكريم البقرة عندهم من تكريمها يعني هو دفنها بعد الموت يعني إذا ماتت بيدفنوها تكرموها مع طبعا مرسيم معينة لكن إذا الإنسان مات فهو ما إلو قيمة شوفوا يعني يالا الغرابة كمان آخر شي بدي أحكي عنه هو إحراق المرأة مع زوجها يعني إذا مات فكانت تحرق حية مع جثمان جوسا زوجها المتوفي هذه العادة ألغيت مع مجيء الحكومة البريطانية دمتم بخير والسلام عليكم هكذا نكون انتهينا من الهندوسية بالمختصر ترجمة نانسي قنقر